مرحبا أعطيكم العافية والسلام من الجميع كل واحد فينا طبعا بحب يروح يزور أصدقائه وصحابه وحبايبه وإذا رايحين أي مكان ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لهذه القناة تعملوا لايك وشير عشان تدعموني في كتير من الدول في العالم كلها بعملوا شغلي اسمها الترقيم الشوارع وهذا شيء مهم جدا 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 ومفيد جدا جدا للأسف في بعض الدول اللي احنا عيشنا فيها يعني أنا عشت مثلا فيه ترقيم الشوارع بس ما حدا بعرف أصلا شو رقم بيته يعني في بعض الدول العربية لا فيها هذا الشيء الآن نحن نحكي عن كندا كندا وامريكا يمكن ترقيم الشوارع فيها شيء رائع جدا خاصة هلا مع استخدام الجي بي اس عادة بوصلك لباب البيت الجي بي اس فالموضوع سهل جدا جدا راح تلاحظوا كل شارع في كندا له اسم موجود في كل الدول العالم لكن كل واحد حافظ اسم شارعه وكل بيت عليه رقم هذا الرقم البيت واذا طبعا فيه شقق بيكون رقم للشقق طبعا العنوان في كندا هذا الشيء مهم جدا انك تهتم فيه لماذا؟ لانه هو الشيء اللي بثبت وجودك في المقاطعة أو بثبت مكان إقامتك زي ما حكينا انا ممكن اشتري بيت في مقاطعة انتاريو وممكن اشتري بيت في مقاطعة كيبك وممكن اشتري بيت في مقاطعة برتش كولومبيا حقك تشتري وما بدك لكن لازم تأخذ واحد منهم بينما أحدا يسمونه Premary Address أو العنوان الاساس لماذا العنوان الاساس؟ لانك بنيا على العنوان الاساس بيضعك طبعك خطوات مقاطعة رخصة القيادة بناء على العنوان الاساس رح تدفع التاكس تكونه بيضاده تفضل من مقاطعة على مقاطعة بناءً على العنوان الأساس رح يكون عندك الـ benefits اللي بتجيك من الحكومة بناءً على العنوان الأساس رح يكون عندك المكان اللي رح تقدر تنتخب فيه أو المرشح البرلماني اللي رح يمثل المنطقة اللي عندك بناءً على العنوان الأساس كتير أمور بتعتمد عليها موضوع معرفتك للعنوان إشي مهم جداً جداً وهذا خاصة للقادمين الجدد اللي بيجوا على كندا يكون في البداية ما عنده عنوان فأصلاً ما بقدر يستفيد كتير خدمات موجودة يعني ما بقدر طلع المكتبة كرت المكتبة ما بقدر روح على ليش لأنه لسه ما عنده أول ما يبدأ بيخد عنوان أو يستأجر شقة أو يشتري بيت أو يجد صديق إله يحط عنوان عنده هذا إشي مهم جداً وطبعاً نحن عنا في كندا الموضوع أنه كل شيء تستلمه من الحكومة بيجيك عن طريق البريد رسالة وبيجي بسندوق بريد حكينا عنها قبل كده سندوق بريد زي هاي سوف أرجيك وكمان غيرها رح تيجينا يعني الناس كتير بتقول لك يا أخي خلص العالم تطورت وصار كل الموضوع إلكتروني في تفكير في كندا يمكن بعد فترة أنه يسو عندنا زي أكاونت إلكتروني لكن للأسف لأنه مش كل الناس لسه برضو عندها إنترنت في ناس لسه سينييرز وبيس بحبوا الورقي ففعلياً كل شيء في كندا بيجي ورقياً ببريد إذا بدها الحكومة منك إشي بتبعت لك رسالة إذا بدك ترد عليهم بتبعت رسالة وهذه هي الطريقة للتواصل مع الحكومة إنت بدك مثلاً رخصة القيادة بتروح بتتصور بقولوا لك رح تيجيك في البريد بدك كرت الصحة تجدده بتروح بتأخذ الصورة عندهم بتعبي الاستمارة بقولوا لك بتيجيك كرت الصحة على البريد بتعمل كريدت كارد جديدة تتصل فيهم بقولوا لك أوكي رح تيجيك الكريدت كارد بعد سبوع وسبوعين على البريد فالبريد شيء مهم جداً في كندا خاصة للقادم الجديد يفهم مبدأ البريد في كتير دول من دولنا بطل حداً يبعت رسائل لحده وأنا معكم لكن في كندا لسه بيعتمدو هذا الأسلوب وهذا النهج لأنه بيعتبروه هو أأمن نهج في أخذ المعلومة أو استلام المعلومة من الحكومة طبعاً في كل بيت في كندا زي ما أنتم شايفين له رقم نعطيكم أمثلة يعني هون هذا مثلاً البيت رقمه أربعة 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 تسعة ثلاثة يعني فهذا البيت هو البيت زي ما حكيت لكم بدأ ورجي كل البريد سندوق البريد زي ما أنتم شايفين معاي هون هاي هي سندوق البريد يجيك بيكون كل بيت في المنطقة هون مثلاً فيه هون بيش هدول 15 15 30 وفيه كمان أكثر واحد بيكون مثلاً أنا ساكن بهذا البيت هذا صندوقي بفتحه مثلاً وبطلع منه هلا إذا إجاني بوكس أو صندوق يعني كبير شوية بحطه الساعة البريد في هذا أو في هذا وبحط للمفتاح تبعه هون بيكون مكتوب عليه A أو B وإذا هون بفتحه أنا وبرجع المفتاح هون يعني هاي الطريقة إنه بحط لي المفتاح جوه صندوق بريدي بطلعه بقرأ هو A أو B إذا A مثلاً بفتح A بطلع البوكس اللي جاييني أوكي وبسكر الصندوق وبرجع المفتاح هون أوكي هذا بشكل عام عن العنوان وأهميته في كندا بس حبينا نحكي لكم عنه إن شاء الله نشوفكم بحلقات ثانية سلام السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي علينا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر